عارف انت المرحلة الصعبة اللي تساعدتوا فيها للفرية الأول دي؟ كانت مرحلة جيل بيعتزل وترتيب البيت من الداخل وتحضير لجيل جديد بعد مرحلة جيل خد كل البطولات يعني كان بقولك كده بياخدوا الاخدر واليابس طبعا بص كانت صعبة وسهلة في نفس الوقت سهلة ان احنا طلعنا مع زي ما انت بتتكلم احسن جيل جي في تاريخ مصر من وجهة نظري من وجهة نظر طبعا الناس كلها فكانت سهل ان انت طالع مع جيل عندهم خبرات تجيل بييعرف ازاي يحتوي اللعيب الصغير ويدخلك في وسط الفريق مزبوط زيادة عن كده كمان بقى انت زي ما انت بتتكلم من احنا خلصنا كاس عالم والحمد الله ظهرنا بمظهر كويس فقدرت اللعيبة الكبيرة اللي هي تدخلك في وسط الفرقة بس اللي ما خدمناهش يا محمد يمكن شوية لزروف البلد والصورة والطبعا بالزبط ويمكن احنا كل واحد لايب من 2009 لحد حوالي 2014 في الفترة دي مش النادي الاهل اللي بيغير فيها مدربين كتير احنا عد علينا مدربين كتير جدا في الفترة الاسرة دي من كتر مديني ما كانش فيها استقرار يعني البلد كلها فايمكن انا من وجهة نظر دي من ضمن الاسباب اللي اثرت علينا شوية ان احنا ما خدناش حقنا يعني شوية الجيل اللي كان موجود معاك وقتها شكري شهاب عفرطة فاكر انت الفترة دي كنتوا جايين من منتخب الشباب 2009 الزبط وروحتوا بعدها هتحطيتوا في الفريل اول وقتها وتقلقتوا ولعبتوا وكان ليكوا دور حتى معاك كابتر حسن بدري وقتها في 2009-2010 بزبط سموا بعد ذلك بقى حدثت الظروف السياسية اللي خلت الدور والمنافسات نفسها مش مستقرة زي ابل كت مو بزبط زي ما انا بقولك يمكن الحمد لله ممكن بدأنا احنا على طول بعد جاسرنا على طول تساعدنا للفريل اول يمكن الحمد لله ممكن انا وشاب وعفرطة يعني كان اكتر الناس اللي تواجدنا مع الفريل اول وكنا بنلعب بصفة أساسية يمكن الحمد لله كمان محمد يمكن دي برضو من ضمن الحاجات اللي الواحد كان سعيد بها ان انت كنت لسه بتبدأ مع الفريل اول وكنا بنلعب زي ما انت عارف دورة طبق افريقيا يمكن شاركت في الماتشات كلها الماتشات اساسية اذا كان بنزل بديل فكانت طبعا يعني كان البداية كانت مهمة جدا لينا احنا في حياتنا يمكن زي ما بقولك الظروف بس البلد ما خدمتناش باللي احنا كنا ممكن نوصله يعني بس قدرنا نعوده ده برا يعني الحمد لله